طبعا افتكر اللحظة دي مهمة جدا. يعني اللحظة دي فاكرها بالزبط يعني. لان التدريب ده كان صباحي. استقبلت الخبر ازاي? كان تدريب صباحي يعني كان فترة صباحية. فأنا يعني صحية من النوم على هزا الخبر المفزة لنا. يعني صحيت من النوم. لقيت الدنيا مقلوبة. وان محاها وبهب اه في التمرين. كان التمرين عشاء الصبح. محاش كان عاف مات ولا راح المستشفى يعني لغاية ما تأكدنا من الخبر يعني. فكان خبر صادم للناس كلها. لغاية بليه كانت مرسية على مطر كلها. كان كان هو حديث مطر كلها في اليوم ده. الحقيقة. ويمكن حتى الغريب ان هو لما الحاجات دي قبل ما يموت بساعات. لما كتب على في غرفة الملابس. ان النفس اللي عايزة كل حاجة. النفس زاهبة وهتروح. يعني وهتنتهي. وتحدث مع زميله. قال لهم ان انا حاس انها ايامي قربت. لان كان ميت قبله على طول بـ 28 ساعة. بـ 48 ساعة. احمد وحيد لعب الترسانة. كان مهاجم صعد عنده 23 سنة. وكان جاي في طريق اسكندريا صحراوي. قبلها بيومين بالزبط. وعمل حادثة في طريق اسكندريا صحيح. وكان صديق عبدالوهاب جدا يعني في الموضوع. فكان متأثر به. لذلك انه قال بعد مقالبينه انه قريبا سيلحق بـ احمد وحيد. يعني طبعا احمد وحيد عليه رحمة الله وعبدالله رحمة الله. وما كملش 48 ساعة ولحق به الحقيقة يعني في مشهد يعني كان حزين ومؤسف لكل الهلوية يعني. الله يرحمه. وانت زي ما بتقول مش بس تماهير النادي الاهلي اللي حزنت لكن مصر كلها حزنت عليه. ل زي ما احنا بنقول هو لعيب من طراز فريد على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاق. الله يرحمه.